الاقتصاد الروسي يظهر تباطؤاً وفق أحدث الاستقصاءات التي أكدت تقلص نشاط الخدمات خلال التموز يوليو في أسرع وطيرة منذ ثلاث سنوات معشر الخدمات الذي يمثل نحو 60% من الاقتصاد انخفض إلى 8 في الأشهر التسعة الماضية التوظيف في قطاع الخدمات انخفض للمرة الأولى منذ 21 أكتوبر 2010 حجم الأعمال الجديدة ارتفع ولكن بشكل هامشي في النقل والتخزين والفندق والمطاعم المعطيات تأتي بعد أيام قليلة من مؤشر التصنيع الذي يظهر أسوأ قراءة منذ عدة سنوات في دلالة على فقتان الاقتصاد الروسي لمحرق نموه